أبدأ من واشنطن مع ضيفنا من هناك أستاذ توماس واريك أود منك تعليقا أولا على تقرير معهد التمويل الدولي وهذه النزعة المتشائمة إذا ما اتسعت دائرة النار في غزة والبحر الأحمر وتأثيراتها الكبرى بل الكارثية على الاقتصاد والنمو العالميين توقع معهد التمويل العالمي إذن بما يتمشى مع الاقتصاديين الذين توقعوا أثار سلبية ولكن هذا يتأثر بعوامل أخرى من خارج المنطقة تؤثر على الولايات المتحدة والصين وأكبر اقتصادات في العالم الصين لديها تحديات اقتصادية محلية والاقتصاد الأمريكي من جهة أخرى أداؤه جيد وعلى الأرجح سوف يمنع اقتصادات العالم من أن تنزلق إلى المزيد من الركود ولكن السؤال هو إلى أي مدى سوف تستمر الحرب في غزة وإذا كانت سوف تتسع رقعة هذه الحرب وأعتبر أن احتمالية 30 بالمئة بتسع رقعة الحرب هو نظرة تفاؤلية من التقرير وواشنطن وآخرون يودون تفادي تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية ولكن القرار بيد تهران إذا ما سوف تشجع وكلاءها بالاستمرار بالتهجم على الملاحة في البحر الأحمر أو الحد من هذه الهجمات وهذا طبعا ما يفضله العالم نعم دكتور الشامي في القاهرة من خلال متابعتك لحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي هل ترى سيناريو معهد التمويل الدولية وهذا التقرير مبالغا فيه أم لديه عوامل موضوعية يقوم عليها هل هو سيناريو واقعي حسب ما تقرأ بص أنا سابق قلت قبل كده استمرار هذا الأمر ببما يعود بينا الأزمة عالمية أسوأ من 2008 نعم وسعر النفط اللي هو متوقعه أنا متذكر تماما أن سعر النفط في نهاية 2008 تجاوز ال140 دولار للبرميل فممكن بيتكلم على التاريخ والأحداث بس يعني بش هقول أنه هو هيوصل مع نهاية هذا الشهر يعني الاستمرار سيء والسعر الحالي متراوح ما بين 79 و 82 دولار نعم كورون هو ينطر بينا في فترة سيارة لا مش هتبقى بالدرجة دي بس نعم بس مع استمرار الأحداث لا ممكن نوصل لهذا الرقم ممكن نوصل لهذا الرقم طيب رقم 120 دولار للبرميل الرقم ده هتزود عليه على الأقل وارد أيضا آه ده خد بالك هتزود عليه كمان 26 دولار نقل وهتزود عليه 8 دولار تخزين وهتزود لا ده أنت فيه زيادات أخرى هتوصل بعد كده الأسعار مخيفة طيب التداعيات الممكنة يعني لجوزتك له سعر ولو تكلفة برضو التداعيات الممكنة على المنطقة والدول النفطية هل تستفيد بتقديرك أم الكل يتأثر مدامة النقل والتجارة العالمية ستتأثر دكتور الشامي لا كله متأثر كله متأثر مصر متأثرة الأردن متأثرة إسرائيل نفسها متأثرة طبعا يعني فلسطين كان الله فعونهم يعني اليمن نفسها متأثرة لا طبعا كل دول المنطقة فيه حال متأثر لأن خد بالك يعني أنت النهاردة نتتكلم في منطقة البحر الأحمر دي منطقة حيوية جدا في التجارة العالمية نعم يعني أنا بس لدي تعليق على دكتور توماس ما جاءت تتكلم الإقصاد الأمريكي مستقر لا الإقصاد الأمريكي باركو مش مستقر والدلالة على كده مثلا عنده أسعار الغاز قلت بطريقة رهيبة جدا لأنه عنده كسرة في الإنتاج بالعكس النهاردة طلع مثلا تقارير من أوبك بيحاول يطمن شوية أعتقد ردا على تقارير التمويل الدولي ده إن هي الأسعار هتبقى شبه مستقرة بس في نفس الوقت أوبك بلاس طالب تغفيد إنتاج يعني لا هو بص الأمر مرتبك على مستوى العالم خلينا نقرب كده البحر الأحمر وباب المندب أما بيمر منه من الطاقة من 12% ل 15% من تجارة الحبوب والمواد الجزائية من 18% من الغاز من 18% لا طبعا هذه الأرقام ما تحصل فيها تدعيات أكتر من 50% لا لازم كله يتأثر نعم لازم كله يتأثر نعم أعود إليك سيد توماس وارك مدام الكل سيتأثر كما أكد على ذلك ضيفة من القاهرة هل واشنطن والدول الكبرى المتحكمة في اقتصاديات العالم ستسمح بمثل هذا التأثر الكبير ماذا عن المنظمات الدولية المعنية أوبيك ووبيك بلاس وحتى منظمات أخرى في علاقة بأزمة الغذاء في العالم وما شابه أي حلول ممكنة وعاجلة في البحر الأحمر وفي غزة إذا ما استمر أمد هذا الصراع أعتقد أنه يجب أن تفادى أي نوع من الزعر ومعظم الاقتصاديين هنا في الغرب لديهم نظرة مختلفة عنها التي عبر عنها دكتور أحمد التحدي فيما يحدث في غزة والبحر الأحمر يؤدي إلى اضطرابات في ممرات النقل وهذه الممرات تسهل أمور على العالم ولكن إذا ما أغلقت يعني أن هذه السفن سوف تغير مسارها من حول أفريقيا لنقل البضائع من أسيا والصين إلى أوروبا وحتى الطريق الأطول وصولا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة بدلا من الساحل الشرقي وهذا لن يكون لديه تداعيات كارثية على اقتصاد العالم ربما الظروف لا تكون مؤاتية مثل السابق ولكن لن نرى انهيار للاقتصاد العالمي بسبب ذلك وأنا لا يمكن أن أتوقع هذا الوضع إلا إذا كان هناك حرب شاملة بين السعودية وإيران مثلا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى 120 دولار لألبرميل ولا أحد بطبيعة حال يتوقع أي نوع من هذا النزاع جيد إلى القايرة مرة أخرى دكتور شامي ماذا بإمكان القواء العظمى اقتصادية على الأقل أن تفعله لدرء هذه الأزمة المرتقبة هل الأوراق فقط بيد إيران بتقديرك طبعا إيران ليه دخل قوي اللي هي الدعم المالي والدعم في الأسلحة وأعتقد كمان التوجيه الحسين ما عندهمش هذه الإمكانات العالية ولا القدرة اللي هي جمع معلومات على المسارات في خليج العرب والطريق لباب المندب طبعا إيران ليه دخل بس إيران يعني تدخلها سياسي يعني هي دايما بتعمل توطرات بس التوترات زادت قوي في الفترة دي يعني إحنا لو بنتكلم عن حدث ما بين فلسطين وإسرائيل 2008-2009 عادت خمسين يوم 2012 عادت تقريبا عشرين يوم 2014-2021 2023 قبل 7 أكتوبر ما هو في مايو مثلا عملوا إسرائيل هجمت بس من أول بقى 7 أكتوبر اعتبارا ده الهجوب الأول المباشر من فلسطين من غزة على إسرائيل كونه أنه هو يمتد النهاردة طول عزين مدة ومحدش عارف ممتد لغاية إيه لا طبعا التوقعات يعني طبعا دكتور توماس والإقصادين من الغرب وتقريب أوبك النهاردة بناء على إيه قال إن فيه استقرار في أسعار الوقوت يعني إحنا النهاردة شايفين إن دي عنصر حساس جدا بيتأثر بحاجات كتير وبعدين إحنا بنتكلم في اللوجيستيك سيرفوس متأثر تماما المواني متأثرة السفن الحجم الكبير تقريبا تجاوزت تماما إنها تغطي المنطقة دي وأنا عايز أقول لي كمان ميستر توماس مش بس رأس رجاء الصالح ما أنت عندك طريق الشمال البحر الشمالي المتجمد ما هو ده مصار من أحد المصارات وأنا بقولك ما هو أقصر من قناة السفنس 25% بس بيشتغل قد إيه فترات في السنة دايسة دائما نعم لو أنت شايف إن طول المسافة وارتفاع التكاليف في عنصر النقل والتكلفة اللوجيستية هتؤدي إلى ارتفاع الأسعار طب ده هيؤدي إلى إيه ما فيه شركات بالفعل توقفت سابلايت شين زي ما قلت أنا قبل كده السابلايت شين حصل فيه اختلال نفس السابلايت شين حصل فيه اختلال يعني يمكن إحنا بيش حاسين بالنسبة للبضاعة اللي جاي من الصين باعتبار أن هم في الأجازة بتاعتهم ومعروف أن الفترة بتاعت من ديسمبل لغاية مارس بتبقى التجارة أهل شوية بس لو استمر الحال على كده لا كمان أن الصين لو توقفت آه يمكن ده يبقى في صالح أمريكا بس مش في صالح العالم نعم عودي إليك سيد توماس أختم معك سيد توماس وارك أين ترى الحل أو معالم الحل هل لابد من التفاوض مع إيران وهي تمسك بأوراق اللعب على ما يبدو في البحر الأحمر وحتى في غزة يعني أم أن واشطن لا تقبل بذلك وهي ماضية في ضرباتي خصوصا بعد ما كشف اليوم يعني الحوثيين استخدموا أسلحة جديدة منها غواصات مسيرة هناك مشكلتان مختلفتان يجب حلهم أولاً بالنسبة للحرب بين إسرائيل وحماس وفي هذا المجال للأسف ليس هناك مجال للتفاوض أما بالنسبة للمسألة الثانية والحرب التي تخوضها إيران ضد التجارة الدولية والولايات المتحدة والدول العربية مثل السعودية وخيرها والإمارات وخيرها من الدول في هذه الحالة هناك مجال للتفاوض لأنه لا يصب بمصلحة إيران تتسبب الردود العسكرية التي سوف تخضع لها إذا ما جعلت هذه الحرب تتسعر أين إشارات في الأيام الأخيرة بحسب التقارير هنا في واشنطن بأن إيران قالت لوكلائها بالحد من هذه الأعمال العدوانية نأمل أن يستمر ذلك وأن لا يكون هناك المزيد من الهجمات وبعدها يمكن أن نعود للتركيز على حل ما يجري بين إسرائيل وحماس وتوصل إلى حل لهذه الأزمة في ختام موضوعنا الثاني لابد أن أشكر ضيفين من واشنطن كل شكر لسيد توماس وارك كبير والمستشارين بالمجلس الأطلسي في واشنطن أشكر أيضا من القاهرة الدكتور أحمد الشامي الخبير في اقتصادية النقل البحري واللوجستية شكرا لكم